يا صباح الخير وجمال والسعادة على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدي خناة الأهلي في كل مكان في العالم وأهلا بيكم جميعا وبداية حلقة جديدة من عشر الصفحة بالأهلي بدينها بفرحة ومبارح كل العالم العربي الحقيقة كان في حالة فرحة عارمة وبشكل استثنائي يتماشى مع الحدث الجلل اللي حصل المغرب بتكتب اسمها واسم منتخبها في كتب التاريخ بحروف من نور مبارح كلنا شهدنا حدث ما بيكررش كتير دولة العربية الأولى على الإطلاق اللي يعني بتوصل لمرحلة دور 16 ثم دور 8 المغرب مع التمانية الكبار مليون مبروك لكل مغربي بيتابع حلقتنا النهاردة صباح الفل عليكم وصباح العسل عليكم صباح النصر طبعا هنقول صباح النصر لدولة المغرب كلنا كعرب تقريبا كنا بنشجع المغرب وحاجة كانت محترمة جدا واللي عجبني يا كريم كمان مش فكرة ان المغرب تكسب واحنا دولة عربية وان احنا يعني نفسينا ان احنا بقى واول مرة في التاريخ أصلا تحصل لا الفكرة كلها ان انت ناس كتيرة كانت معتقدة ان المغرب مش هتقدر أصلا تعدي يعني خطوة بتاعت أسبانيا وأنا بحب جدا التحدي لما يجي حد يتحديك حتى لو هو أكثر منك قوة أو اندباطا أو أو إلى آخره بس انت واثق في نفسك وبعدين تحقق ده على الأرض وتسكت كل الناس اللي هي كانت بتقلل من شأنك أنا بشوف ده بجد قمة القوة والنجاح وده اللي المغرب عملته ناس كتيرا بارح لما جينا قلنا توقعات غير الوطن العربي معظم المحللين الرياضيين اللي تحدثوا عن توقعاتهم لهذه المباراة قالك طبعا بنسبة أكبر اسبانيا هي اللي هتفوز ولكن قد كان العكس لأن بجد منتخب المغرب منتخب محترفين أنت لو حتيجي تتكلم عن كل اللعيبة طبعا لعيبة على أعلى مستوى كلهم بيلعبوا في نوادي يعني كبيرة جدا وكبرى في أوروبا فمعظمهم مش كلهم طبعا بس حاجة محترمة وتاني هقول فكرة أن انت تعدي التوقعات أنا بحترم أوي النزدي فألف مبروك علينا مش هقول ألف مبروك عن المغرب ألف مبروك علينا ونتمنى المزيد من المغرب وفاكر لما احنا كنا قلنا في قوم تايمة من أسبوعين الكلام ده لما كنا نتكلم طبعا كان هزاري يعني بس لما تكلمنا عن كان فيه واحدة بتاع التوقعات وفلك وحاجات كده قالت لك فيه منتخب عربي هو اللي هيصعد فيه منتخب عربي هو اللي هيكمل وقد كانت لحد دلوقتي الكلام ولأنه قوي ما بأمنش طبعا بالكلام ده بس يعني أوقات بتصدف بصراحة يا الكلام بقى أنا هوات دلوه الكلام يعني يحلوه أكتر والمغرب تعدي كمان وتتصعد للدور اللي بعد كده عشان الشرف يزيد والفخر يزيد والسعادة يزيد احنا على فكرة يا حضرات ما بنحسش كنا بنقول كده من كام حلقة ما بنحسش حتى بالعروبة نفسها غير في مواقف زي كده يعني انبالح حقيقي صعب الواحد يحدد مين مغربي مين تونسي مين مصري مين جزائري مين قطري مين خليجي الفرحة واحدة وفي كل البيوت العربية يا رب يدمها يا رب يرامق بيا كريم ان اسبانيا من البلاد اللي العرب بيحبوها يعني يتلاقي ناس كتيرة جدا ومصر كمان علاقات حلوة والشعوب قريبة مننا واحنا بنحبوهم هم بيحبونا لكن مفيش الكلام ده مبارح مهزة من العرب كانوا مع المغرب فهي دي الروح الحلوة وكم من دون التعليقات قال لك ايه قال لك الاندلس عادت لأهلها برضو على صعيدي ان برضو ممكن يبقى فيه تاتش كده حساسية مهما بين المغرب واسبانيا نفس القصة